موضوع حلقتنا لهذا اليوم قد يبدو لكم بسيطا للغاية لكنه مهم جدا وسوف أبين لكم أين تتجلى أهميته الآن أو في هذه الحلقة سوف نتكلم عن الكاتيغوريز التصنيفات الكثير من الأشخاص تم غلق حساباتهم بسبب بسيط جدا أنهم قاموا بإدلاج كاتيغوريز لا علاقة لها بمحتوهم أو بكتابهم فعندما يقوم الموظف في الكي دي بي بمراجعة كتابك يدويا وعندما يجد أن تصنيف كتابك ليس دقيق ليس صحيح فإنك تأخذ سترايك وبالتراكم إذا كنت محظوظ الحظ فإنك ستتمكن من استرغاء حسابك وإلا فحسابك ذهب سودا يعني كل العمل الذي قمت به ذهب سودا إذن المسألة لا يجب الاستهانة بها أبدا فمسألة الكاتيغوريز على بساطتها لكنها مهمة هناك عدة أنواع من الأشخاص وعدة طرق الإدخال أو الاختيار شوز الكاتيغوريز الصحيح هناك الأشخاص الذين يجدون اللغة الإنجليزية هؤلاء لا خوفون عليهم يعني يعرفون أين يجدون الكاتيغوريز الخاصة بالكتاب الذين يشتغلون عليه النوع الثاني يقومون بالدهاب إلى أمازون ستور والبحث على كتب مشابهة لكتبهم ويقومون بنقل تلك الكاتيغوريز في تلك الكتب ويضعونها في كتابه وهذه الطريقة ليست مضمونة لأن من يضمن لك أن ذلك الشخص قد اختار فعلا الكاتيغوريز الصحيح يعني المسألة فيها مشاكل النوع الثالث وهي الطريقة التي سوف نشرحها والتي أنصح بها لأنها أقل نسبة في الخطأ وهي الذهاب إلى موقع نقوم بإدخال عنوان كتابنا ثم يعطينا التصنيف نحن فقط نقوم بالبحث عن ذلك التصنيف وإضافته يعني بكل بساطة إذن لنبدأ الشرح مثلا لدي في العنوان Notebook Journal for Women هذا هو عنوان مثلا كتابي وأنا لا أعرف أي تصنيف سوف أضعه لهذا الكتاب بكل بساطة سوف أتجه إلى موقع Kindle Ranker ثم أقوم بلسق عنوان كتابي ثم أضغط على كلمة بحث ثم بعد ذلك تظهر لي النتائج لدي أيضا نسبة مئوية لكل نتيجة مثلا Fiction Contemporary Women 28.87% نفسها نفس النتيجة الثانية والثالثة والرابعة إذن الموقع صحيح أنه يعطيني التصنيف يعني مضمون بنسبة عالية لكن ومع ذلك لا يجب أن أثق فيه ثقة عمياء يجب علي أن أراجع ذلك يدويا يعني أن أراجع العناوين أو التصنيفات التي قدمها ليدويا لا أقوم بأخذها بطريقة أوتوماتيكية نسخ لسق نسخ لسق هذه خطأ يعني بالرغم أن الموقع كما قلت لكم يقدم لنا يعني دقة عالية إلا أننا يجب أن نأتخذ الحذر لأن المسألة لا يجب الاستهانة بها مثلا في النتيجة الأولى Fiction Contemporary Women أنا عنواني Notebook Journal for Women لدي ومن إذن لدي نوتبوك ولدي جورنل إذن سوف أقوم باختيار النتيجة الثانية Biography Autobiography Women بمعنى أن هذا الدفتر موجه لهذه الفئة يعني مثلا سيدة تريد أن تكتب Autobiography أو Biography عن شخص ما تقوم بالبحث عن هذا التصنيف في Amazon Store يعني تجد دفتر يعني دفتر ملائم لها لأنني أنا ماذا أقدم؟ أقدم Notebook Journal وهذا Notebook Journal مناسب لسيدة ومن لكتابة Autobiography أو Biography إذن هذا التصنيف جيد لإيجاده يعني لإيجاده أقوم بالرجوع إلى موقع Kindle ثم أختار دائما Non Fiction ثم أقوم بالبحث عن الكلمة الكلمة التي هي Biography and Autobiography هذه هي أقوم بفتحها ماذا بعد؟ لدي ومن فالبحث عن ومن 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 لدي في كما تعرفون في الكي دي بي أو في الكيندل في موقع Kindle لدي يعني الكتابة الموضوع عن الكتابة وخاصة المرأة إذن سوف أختارها يعني دراما أقوم بالرجوع ثم اختيار دراما مرة أخرى نون فيكشن أبحث عن دراما غريه ثم ماذا بعدها ومن أوبترز هكذا أكون قد اخترت تصنيفين الآن دعوني نتكلم قليلا عن بعض المشاكل هناك من يقوم بالضغط على لا يوجد تصنيف سوف أريكم أين هي هي تتفاداها طبعا هذه non classifiable هناك من يقوم باختيار non classifiable وهذا خطأ كبير لأن categories تساعدنا في تحسين CU CU بمعنى ظهور منتوجنا في الصفحات الأولى من نتائج البحث إذن categories تلعبوا دور مهم لا يجب الاستهانة بي إذن يجب علينا اختيار categories لا يجب تركها فارغة أو non classifiable ثانيا النوع الثاني من الأشخاص يقومون باختيار أي تصنيف أشوائي كما قلت لكم هذا قد يؤدي بل سيؤدي حتما يعني مسألة وقت فقط إلى غرق حسابكم وهناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أذكياء يقومون باختيار التصنيف الذي يكون ترند يعني يكون رائش في تلك الفترة مثلا نحن في Q4 يقومون بالدهاب إلى كريسمتي مثلا ثم يقومون باختيار أحد الفروعية لماذا لكي يظهر فعلا في النتائج يعني لكي يظهر كتابهم ولو لم يكن يعني من ذلك التصنيف إلا أنه سيظهر إذا بحث ذلك الشخص عن مواضيع ذات الـ Q4 نعم هذا يعني سوف يساعد سوف يعني يزيد ربما قد يزيد من أرباحك لكنه يعني خطير جدا قد يعني يسبب في قفل حسابك فلهذا الطريقة كما قلت لكم الصحيح هي التوجه إلى موقع كيندل رانكر ثم كتابة العنوان ثم نقوم بقراءة يدوية للنتائج ثم نقوم باختيار النتيجة التي تبدو لنا منطقية يعني نحلل بالمنطق والعقل هذا كل ما كنادنا في هذه الحلقة لا تنسوا الدخول إلى مجتمع أمازون كي دي بي سوف تجدين رابط أسفل الفيديو شكرا لكم على المشاهدة مرة أخرى إلى اللقاء